قصف مكثف ينفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة واشتباكات عنيفة مع الفصائل الفلسطينية على عدة محاور وسط استمرار سقوط مزيد من القتل والجرح وكوارث إنسانية تعصف بالملايين هناك وسائل إعلام فلسطينية أفادت بسقوط عدد من القتل والجرح جراء قصف مكثف واقتحام نفذه الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالية القطاع مشيرة إلى أن مدرعات إسرائيلية اقتحمت البوابة الجنوبية الغربية من المجمع من جانبها نقلت وكالة فرانس بريس عن شهود عيان أن الطائرات الإسرائيلية نفذت غارات على حي الرمال بمدينة غزة حيث يقع مجمع الشفاء الطبي مشيرين إلى أن مسيرات إسرائيلية استهدفت محيط المنطقة وإن أكثر من 45 دباب وناقلة جند إسرائيلية دخلت الحية وسط معارك في محيط المجمع الجيش الإسرائيلي بدوره قال إنه نفذ عملية دقيقة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد معلومات عن استخدام المجمع من جانب قياديين كبار في حركة حماس وحملت وزارة الصحة في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي وقالت في بيان إن ما تقوم به القوات الإسرائيلية ضد مجمع الشفاء الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وإن الهدف من الهجوم هو تدمير المنظومة الصحية شمالية غزة شكرا شكرا